بسم الله الرحمن الرحيم هتكلم عن تاني موضوع في وهو موضوع الاكتوبك بريجنسي ايه تعريف الاكتوبك بريجنسي انه حصل انا قلت انا قلت انا قلت انا قلت انا قلت ده لانه فيه انواع من الاكتوبك بتحصل زي ايه زي وزي اللي هنتكلم عنهم بعد كده هنحكي على اللي بتزود نسبة حدوث هنا مهم جدا ان هناخد من مهم جدا نسأل على عمرها لو هي اكتر من خمسة وتلاتين سنة ده بزود نسبة حدوث الاكتوبك كذلك مهم جدا نسأل على طيب ليه اسأل على لانه بزود نسبة حدوث الاكتوبك عن طريق انه باثر على كذلك مهم جدا انه انه حصل هل في ديزيز ولا ما فيش بتزود نسبة حدوث والتاني حاجة انها بتعمل والتالي اسهل لها انها تعمل داخل داخل التيوب تاني حاجة نسأل على لانه معناه انه في تيوب والسكار ده هيزود نسبة حدوث الاكتوبك طب ليه معناها انه فحتلجع زي اللي هو الاكزي اللي هو الحال المجهي وهي الاسستنت تكنيك هتزود نسبة حدوث الاكتوبك نسأل على قبل كده ولا لأ لانه لو في هسترو في اكتوبك هتزود نسبة حدوث الاكتوبك في بنسبة عشرة في المية طبعا نسأل على اللي هو الايو دي اللولاب او المفروض انه يمنع الحمل لكن لو فشلة هاتزود نسبة حدوث الاكتوبك لانها بتأثر على بعد كده هنحكي على في عندي وفي عندي العوامل المتعلقة باليوتيوب ممكن تبقى وممكن تبقى نحكي على الاسباب الميكانيكال ممكن تبقى اول حاجة كونجينتال كونجينتال انه في عندي مسلا لونج تيوب اللونج تيوب معناها انه الاوفم هتاخد طريق طويل حتى تصل لليترس وبالتالي حد حيزود نسبة انه يحصل داخل مين داخل تيوب بالنسبة للتروما والانفلاماتوري حكينا عنهم في انه لو في اه او بلفيك انفلاماتوري ديزيز ده بزود نسبة حدوث الكتوبك طيب بالنسبة لانه انه لو في تيومر اوتسايد لتيوب وضغط على لتيوب وقفل لتيوب فبالتالي الاوفم مش هتلاقي قدامها الها انها تعمل داخل مين داخل لتيوب اشهر لتيومر هذي اللي هو طيب بعد كده هنحكي على الاسباب انه ممكن يبقى فيه في التيوب طيب ايه اللي يعمل في التيوب مثلا لو فيه سيمباثاتيك اوورستيميوليشن هيعمل سبازم في التيوب وبالتالي هيقفل لتيوب جزئيا فالاوفم مش هتلاقي قدامها اللي انا تعمل داخل مين داخل تيوب بالنسبة للسيليا اوفذة تيوب ممكن يكون في ابنورماليتي في الموفمينت او في بيرستالسز وقلنا متضمن الريسك فاكتور اللي ممكن تأثر على السيليا اللي هو مين والكونتراسيبشن نيوز طيب بعد كده هنحكي على الاوفم فاكتور ممكن انه حصل للزونة باللوسيدة وبالتالي فقدت الزونة باللوسيدة داخل لتيوب فبالتالي اسهل لها انها تعمل داخل مين داخل لتيوب فيه حاجة اسمها الواندرينج اوفم الواندرينج اوفم انه الاوفم بتاخد الطريق الطويل حتى تصل لمين لليوترس واللي بميزها انه ايه انه حصل في وان سايد وعلى ايه الكوربوس لوتهم في الاثر سايد اسمها واندرينج اوفم بعد كده نحكي على التيوبة الباثولوجيا التيوبة الباثولوجيا في عندي انه الحامل لسه مكمل ما حصلش اي حاجة وي ممكن يكون او ممكن يبقى اول حاجة حنحكي عن في عندي لتيوبة المول وعندي لتيوبة الابورشن لتيوبة المول انه حصل ادى الى لكن الساك مازالت متصلة بالتيوب النوع الثاني هو لتيوبة الابورشن انه الساك انفاصلت عن التيوب سواء بشكل كلي منسميه او بشكل جزئي حنسميه انكمبليت تيوبة الابورشن يعي انه الساك نزلت في البريطون حصله لابسوربشن النزيف توقف لكن وبالتالي لو حصل بعد كده في نسبة عالية انه يحصل اكتبك مرة اخرى لانه تاني حاجة اللي هو الانكمبليت تيوبة الابورشن انه جزء من الساك انفاصل وجزء لسه متصل بمين بالول والبليدنج مازال مستمر هيعمل تجمع دمه وداخل اللتيوب حسميه ايه هيماتوسالبنكس بعد كده برا اللتيوب هيعمل بيري تيوبة الهيماتوسيل وبعد كده ينزل في الدوجلس باوش فيعمل بلريك هيماتوسيل بعد كده هنحكي عن اكتبك او صايد لليومة في عند اللتيوبة الربشر انه التيوب فرقايت وبالتالي حصل في البريتون وبعد كده يتجمع الدم في دوجلس باوش فيعمل بلفيك هيماتوسيل النوع التاني هو التيوبة الاروجين انه الامبريو هرب معه شوية في الله هربوا من التيوب وراحوا على مين للابدومن لما راحوا للابدومن دوروا على اي عملوا في ممكن عمل في ممكن عمل في ممكن عمل في دور وعمل اختراق ودور عبلات وكمل كسكندوري ابدومنال بريجنسي بعد كده هنحكي على ممكن يحصل انترنال هيماريج انترا بريتونيال هيماريج بلفك هيماتوسيل هيماريج حيقدي الى هيماريج شوك والهيماريج شوك ممكن يتأدي الى الوفاء اذا ملحقناش تاني حاجة انه العلاج الاساسي او التريتمينت الاساسي لا لاكتبك هو السرجري وبالتالي في هناك كومبليكيشن للانستيزيا والسرجري ممكن يحصل او ممكن يحصل سكندري بفيرتيلتي سواء بسبب او مسلا بيشنت انت جالها اكتبك في الناحية الميد فعملت لها والمرة التانية جالها اكتبك في الناحية الشمال فعملت لها وبالتالي طيب لو هي بيتو وانتو بيكون بريجنانت يبقى هتلجأ للاسيستانت ربروداكتف تكنيك زي اللي هو الحاني المجهي بريجنانت بعد كده هنحكي على الكلينيكال طيبس اكتوبك عندي فايف الهمة والصاب اكتوبك بريجنانسي والاكيوت دسترب د 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 زادت حلاقي فيه ثلاثة تندونس. حلاقي فيه تندر ابدمين وتندر سوفوائكال موشن وتندر ادينيكسل سويليك. تاني حاجة هنحكي عنها هي الصب اكيوت ديستربيد اكتوبك. حلاقي الباشنط تبتشكي من بين وجه. هسألها نوع البن ايه? ممكن يبقى اضل اكينج بين معناها انه فيه تيوبال دستنشن. كوليك بين معناها انه فيه تيوبال والكوليك بين ممكن يؤدي الى ممكن يكون فيه اللي هو حاسها انه حاجة بتتقطع جواه فانه هنا ممكن يكون حصل او ممكن انه حصل فادى الى يبقى انواع البن دي دول دستنشن سي كوليك كونتراكشن انه حصل حاجة بتتقطع جواها انه حصل او حصل فادى الى شولدر بين. في حاجة مهمة اسمها الباثروم ساين انه الباشنط رايحة الحمام حصل لها صادين سينكوب. اغمى عليها. منسميها الباثروم ساين. اذا الباثروم ساين انه صادين سونكوب. طيب سبب ايه? انه فيه بازو موتور دستربانس. انه فيه اه بريتوني الاريتشن ادى الى بازو موتور دستربانس فادى الى صادين سينكوب. في حاجة مهمة جدا اسمها الباثروم ساين. الباثروم ساين هو عبارة عن بلوش بيكون حوالين الامبليكس. وده معناه انه فيه انترنال هيمورج. انترا بريتونيال هيمورج. يبقى انه في بلوش ديسكولاريشن حوالين الامبليكس. سببها انترا بريتونيال هيمورج. النوع الثالث هو الاكيوت بيساوي اكيوت ابدمين انت شوك. يبقى البيشن في حالة شوك وفي اكيوت ابدمين. طبعا الشوك ممكن تبقى بسبب البين او بسبب الهيمورج. يعني ممكن يبقى شوك او ممكن يبقى بسبب البين. النوع اللي بعده اسمه الكرونيك ديستربيد اكتوبك. الكرونيك ديستربيد اكتوبك. انه في بيلفك هيماتوسيل. فالباشنت هيحس بهيفنس. طبع. البيلفك هيماتوسيل ممكن تقدي الى ديسيوريا. وممكن تقدي الى ديسبرونيا. وممكن تقدي الى ديسكيزيا. يبقى هذا هو مين? الكرونيك ديستربيد اكتوبك. انه فيه بيلفك هيماتوسيل. البيلفك هيماتوسيل هتعمل هيفنس. الهيفنس ممكن يدي الى ديسوريا ديسكيزيا ديسبرونيو. واخر حاجة اللي هو الابدومنال بعد كده هنحكي على الانفستيجيشنز. اول حاجة ان انا هعمل سيروم بتا اتش اي جي. ان انا هشوف اللي هو اه الحمل الرقمي. وعيده بعد تمانية واربعين ساعة. لو لقيت نسبة الزيادة اكتر من ستة وستين في المية. يبقى انا ماشي في سكة الحمل الطبيعي. لكن لو الزيادة اقل من ستة وستين في المية. انه انا ماشي في سكة وممكن تبقى اكتوبة. طيب لو عدتوا بعد تمانية واربعين ساعة ولقيتوا بيه. ممكن ان انا ماشي في سكة ايه? سكة تانية حاجة اللابس انه انا ممكن اقيس السيرام لو لقيته اكتر من خمسة وعشرين يبقى انا مش في سكة طيب لو هو من خمسة وخمسة وعشرين يبقى انا انه انا مش ادراحكم هل هو لكن لو لقيت السيرام اقل من خمسة نانو جرام يبقى ممكن يبقى اكتبك يبقى اللابس مهمة اه انه ممكن اشوف اه هو الحملة الرقمي وعيده بعد تمانية واربعين ساعة وهو وبعيده بعد تمانية واربعين ساعة احشوف نسبة ازياد. اكتر من ستة وستين في الم بين بيزيد اه اه كان من ستة وستين في المية ابد نورمال ممكن يبقى اكتبك. لو بقيته بقيل ممكن يبقى ايه. السيران بروجسترون انه اه لو اكتر من خمسة عشرين ده نورمال. من خمسة لخمسة عشر مش ادراحكم. اقل من خمسة يبقى اهي. غير ممكن يبقى اكتبك. تاني حاجة في هو الالتراسون. ايه الالتراسوند فاندين اللي انا اشوفها في حالة اكتبك. اول حاجة لو بسط على اليوترس هلاقي انه فيه انه مفيش فيه لكن في بعض الاحيان ممكن نلاقي فيه داخل عامل حاجة اسمها طب ازاي ما يزهر عن انه تبقى 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 تحت الاندومتريا. تاني حاجة في الالتراسوند فاندينج انه هلاقي فيه وممكن نلاقي فيها وكاردياك اكتيفتي وكاردياك بلسيشن. لو لايت فيها كاردياك اكتيفة وكاردياك بلسيشن يبقى ده شور صاين اوف اكتبك. تالت حاجة انه هلاقي فيه او هيماتومة في الدوجلس باوش. طيب بعد كده هنحكي على الديسكريميناشن زون. الديسكريميناشن زون انه انا بدمج ما بين السيروم بيتا اتش سي جي والالتراسوند. لو لايت السيروم بيتا اتش سي جي اكتر من ستة الاف. يبقى انا لازم اشوف داخل اليوترس بي لترانس اب دومنا الالتراسوند. ولو لقيت البيتا اتش سي جي اكتر من الف. يبقى انا لازم اشوف اه جيستيشنال ساك بي لترانس بجونال الالتراسوند داخل اليوترس. لو لقيت انه في عندي امتي يوترس والبيتا اتش سي جي اكتر من الديسكريميناشن زون. يبقى ده اكتوبك بريجنسي. بنسبة للابروسكوب بستخدمه لو انا ما بدرتش اوصل لتشخيص او لو فانا ممكن هنا استخدم كالتشخيص وعلاج دياجنوستيك انت ترابيوتك. دياجنوستيك انه اول انا حاجة هشوف تاني حاجة هشوف انه فيه هيماتو بروتينية. واخيرا ممكن احيانا الاقي حاجة بتشبه الاكتوبك. انه فيه او وفيه حاجة مع بتشبه الاكتوبك زي مين انه في او في او في البعدي الدياجنوستيك اللي ممكن اشوفها باللابروسكوب انه هشوف الاكتوبك. هشوف هيماتو بروتينية. وممكن اشوف حاجة مع اه بتشبه اللي اكتوبك زي مين? زي والاندومتريوسيز. فيه حاجة اسمها الكالدوسنتيسيز. الكالدوسنتيسيز انه انه انت بتعمل اصبيريشن اه باستخدام نيدل من دوغلاس باوش. لو لقيت انه المفروض ان لو في فري فلويد او اه بليدنج في اه في البريتونيوم. فطبيعي انك لما تعمل اصبيريشن يطلع معك دم. فيه حاجة اسمها اندومتريام كروتاج. انه انت بتعمل كحت للاندومتريام. المفروض لو هو انه يكون فيه في اللاي. طيب لو ما لقيتش فيه في اللاي يبقى ده اه اه اكتوبك ده بالنسبة لما اتعلق بالانفستيجيشن. بعد كده هنحكي على اول حاجة في التريتمنت لو البشنت في حالة تشوكي بقى حنلجأ للفرست ايد ميجورز. تاني حاجة حنلجأ للسرجوري. هنا ان نعمل سلبنجيكتومي. طيب. السرجوري اما باللابروتومي اما باللابروسكوبي. طب امتى الجأ لللابروتومي. اه انه افتح بطن. اه لو الساك اكتر من اربعة سنطي. في ادهيجنز او 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 اللابروسكوب غير متوفر او مفيش خبرة كافية في استخدام المنزار. تالت في التريتمنت هو باستخدام الجرعة بتاعته خمسين ميلي جرام لكل متر مربع. طيب امتى الجأ للعلاج باستخدام لو الساك اعال من اربعة سنطي. وما فيش فيها كاردياك اكتيفتي. تاني حاجة لو تالت حاجة انه لو السيروم بتها تشتيجيه اهل من الف وخمسمية. رابع حاجة ما فيش اي حاجة تمنى استخدام الميثو تركسيت. ممكن استخدمه مع انواع من الابدومنال والسلفايكال اكتوبك بريجنسي. وهم حاجة انه يبقى البيشنط كومبلاينت. طيب من التريتمنت هو الاكسبيكتنت. امتى الجأ للأكسبيكتنت? اول حاجة الساك اهل من اربعة سنطي. وتاني حاجة. عدت اكتر من المرة اللي لديت الرقم بقيل. وبعدين. مهم جدا انه يبقى البيشنط كومبلاينت. لانه احنا هقولها انت عندك حمل خرج الرحم. واحنا هنستنى انه الساك تختفي لوحدها. تمام? بعد ما حكينا على التريتمنت اوف تيوبة الاكتوبك بريجنسي. هنحكي على الاوفيريان بريجنسي. ايه الالترا ساونت فانيك اللي انا هشوفها في حالة الاوفيريان بريجنسي. اول حاجة انه موجودة في السايت اوف اوفري. تاني حاجة انها محاطة باوفيريان تيشو. طب بالنسبة للتيوبس اول حاجة انها التيوبس فري. والبريتون اللي هو الميزو سلب نكسبتها برضو فري. وما فيش اي ما بين التيوب والاوفيري. اخيرا انه هنحلق الجستيشن الساك متصلة باليوترس عن طريق الاوفيريان لجمد. طب بالنسبة للعلاج ان انا اعمل اوفريكتومي او اعمل ويج ريسكشن. بعد كده هنحكي على السيرفوائيكال بريجنسي. لو هو ممكن استخدم الميثو تريكسيت. لكن الايديا للتريتمنت في السيرفوائيكال بريجنسي ان انا اعمل هستريكتومي. طب بالنسبة الكون والبريجنسي انه حصل في الكورن اوف دايوترس. فالايديا هنا ان انا اعمل هستريكتومي. اه لو حصل في الريدومنتر هورن انه فيه كونجينتال اه في اليوترس اه انه فيه ريدومنتر هورن وحصل في هذا الريدومنتر هورن فالعلاج ان اعمل هورنيكتومي. اخيرا لازم نحكي كلمتين عن الهيتيروتوبك بريجنسي. الهيتيروتوبك انه حصل اه بريجنسي انترا يوترين واكتوبك في نفس الوقت. يعني انا عندي حمل داخل الرحم وحمل خارج الرحم في نفس الوقت. اه الهيتيروتوبك بريجنسي زاد بنسبة كبيرة بالسبب استخدام الاسستنت ربرودكتف تكنيك زي الاكزي. اه العلاج اني فقط اشيل الاكتوبك بريجنسي واترك الانترا يوترين بريجنسي انه يكمل. هذا كل ما يتعلق بدرس اللي هو الاكتوبك بريجنسي